الموضوع الخليل بن أحمد الفراهيدي للصف السادس الابتدائي في قرية من قرى عمان ولد لرجل اسمه أحمد من قبيلة الأزد وليد سمي بالخليل سنة مئة للهجرة درج الخليل بن أحمد في تلك القرية حتى هاجر أهله إلى مدينة البصرة وفيها شب وترعرع في مجالس أهل العلم والمعرفة فنبغى في علوم اللغة حتى قيل عنه إنه أذكى العلماء إنه أذكى علماء اللغة وهو مفتاح علومها فالخليل أول من درس أصوات اللغة وصفاتها وأبدع أول معجم لغوي شامل هو كتاب العين زيادة على موسوعته اللغوية وهو أول من درس موسيقى الشعر العربي وحصر أوزانه في ستة عشر بحرا كان الخليل بن أحمد الفراهدي زاهدا بعيدا من ترف الحياة ومسراتها وعلى الرغم من منزلته العالية عند أهل السلطان ومما يذكر عنه أن سليمان بن حبيب المهبلي أمير الأحواز كانت تجمعه به قرابة لأنهما من قبيلة الأزد فأرسل إليه رسولا قال له إن مولاي الأميرة سليمان قد بحث عن أديب يلازم مجالسه وينادمه ويؤدب أولاده ويُعَلِّمَهُم فَلَمْ يَرَى أَلِيقًا بِذَلِكَ مِنْكَ فَأَرْسَلَنِي لِأَحْمِلَكَ إِلَيْهِ فَأَرْسَلَنَي لِأَحْمِلَكَ إِلَيْهِ مُعَزَّزًا مُكَرَّمًا وَهَذِهِ مِئَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ أَرْسَلَهَا إِلَيْكَ الْأَمِيرُ على سبيل الهدية نهض الخليل وذهب إلى خزانة في البيت وأخرج منها خبزا ثم عاد إلى رسول سليمانة وقال ما دامت هذه في بيتي فليست بي حاجة إلى الأمير فحاول سليمان أن يقنع الخليل ويغريه بالذهاب معه لكن الخليل أبى أن يترك تلاميذه ومدرسته وقد توفى رحمه الله سنة خمس وسبعين ومائة للهجرة وشكرا جزيلا يرجى الاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر